هل الأرض فعلا كروية أم أنها أكبر خدعة في التاريخ منذ العصور القديمة كان البشر يتساءلون عن شكل الأرض هل ما تعلمناه من العلم الحديث حقيقة أم أن هناك أسرار مخفية في هذا الفيديو سنتحدث عن الحقيقة المستندة إلى العلم والقرآن الكريم وكلام العلماء ورجال الدين لنتفحص معنى الأدلة التي لا تقبل الشك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد منذ القرن السادس قبل الميلاد كان الفيلسوف الإغريقي في ثغورس من أوائل من اقترحوا أن الأرض كروية بعده جاء الفيلسوف أرستو في القرن الرابع قبل الميلاد واستخدم ملاحظات فلكية تؤكد كروية الأرض من خلال ظل الأرض المستدير على القمر أثناء خصوفه في العالم الإسلامي برع العلماء في علم الفلك ابن الهيثم العالم المسلم الشهير في القرن الحادي عشر أكد كروية الأرض بناء على دراساته العلمية في الضوء والفضاء وفي القرن التاسع الميلادي كان العالم الجغرافي المسلم أبو الريحان البيروني يقيس محيط الأرض بدقة مذهلة باستخدام أدوات بسيطة القرآن الكريم الذي أنزله الله قبل أكثر من 1400 عام يتحدث عن الكون بلغة بلاغية مذهشة تتوافق مع العلم الحديث قال الله تعالى في سورة الزمر وَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى أَلَاهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّاوَ يُكَوِّرُ وَلْكَوَّرُتُ الْإِمَامَةِ كلمة يكور في اللغة العربية تعني الالتفاف أو الدوران وهو ما يتوافق تماما مع حركة الأرض الكروية كما ورد في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد أن خلق السماوات دح الأرض أي جعل فيها منافعها دحي الأرض أي جعل فيها منافعها ويقال دحاها وطحاها والمعنى واحد ماذا تلك المدحاها؟ قال علماء اللغة تأتي كلمة دحا بمعنى بسطة ووسع طيب وتأتي أيضا بمعنى كور كلاهما معنايا ثابتان في اللغة العربية كلمة دحاها تأتي بمعنى بسطها أو مدها لكن بعض العلماء يفسرونها أيضا بمعنى جعلها بيضاوية الشكل أو مكورة بشكل يشبه البيضة في العصر الحديث ساهمت وكالات الفضاء مثل ناسا وسبسكس في تقديم أدلة قاطعة عن كروية الأرض الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية منذ بدايات برنامج الفضاء في الخمسينيات تؤكد أن الأرض كروية وقد وثقت وكالة ناسا آلاف الصور للأرض من الفضاء وفي عام 1969 التقط رواد الفضاء على متن مهمة أبولو أحد عشر أول صورة واضحة للأرض من الفضاء هذه الصورة التاريخية كانت أول دليل بصري مباشر على كروية الأرض لكن في السنوات الأخيرة بدأت نظريات المؤامرة بالظهور بشكل كبير خاصة مع انتشار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المعلومات تنتشر بسهولة لكن في بعض الأحيان تنتشر المعلومات المضللة بسرعة أكبر من الحقيقة نظريات المؤامرة مثل الأرض المسطحة تجذب الكثير من الناس لأنها تقدم تفسيرات بسيطة لقضايا معقدة البعض يفضل تصديق فكرة أن الحكومات ووكالات الفضاء يتآمرون علينا بدلا من تقبل الحقيقة العلمية الأمر الأهم هو أن نظريات المؤامرة تعتمد على الشك والافتقار للأدلة القوية بينما الأدلة العلمية التي تجمع عليها وكالات الفضاء والعلماء في جميع أنحاء العالم قوية ومدعومة بملاحظات وتجارب مستمرة في النهاية عملي سواء على الأرض المسطحة والأرض القروية لكن أنا بقولك يا أخوانا وصلنا للاستهزاء والسخرية والتكفير وإلى آخرة وكأنك أنت عندما تكلم في الأرض القروية بتكفر بالقرآن الكريم الحقيقة أننا كعباد لله مخلوقون لهدف أكبر من مجرد التساؤل عن شكل الأرض الله خلقنا لنعمل ونعمر الأرض ونعبد الله بصدق وإخلاص سواء كانت الأرض كروية مسطحة أو حتى مستطيلة فإن رسالتنا في الحياة هي العبادة والعمل الصالح قال الله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حياتنا على الأرض ليست مجرد تساؤل عن شكلها بل عن كيف نعيشها بالخير والعمل الصالح ما يهم حقا هو أن نكون أشخاص صالحين نساهم في بناء مجتمعنا وننشر الخير والمحبة الأرض التي نعيش عليها هي مكان نعمره مهما كان شكلها في النهاية الحقيقة أن الأرض كروية ولكن الأهم من ذلك هو أن ندرك غايتنا الحقيقية في الحياة دعونا نترك نظريات المؤامرة ونسعى إلى الفهم الحقيقي نسعى لأن نكون عبادا لله نعمل بجد ونعمر الأرض هذا هو الهدف الحقيقي إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لنكشف المزيد من الحقائق المثيرة معا شاركنا رأيك في التعليقات شكرا